لأنه دايماً مننصح بتناول التوت البري التوت البري برضو مفيد جداً إحنا دايماً منلاقيه ممكن هو موجود طازج وموجود كمان مجفف التوت البري فيه مادة بتمنع التصاق البكتيريا بمكونات الكلا من الداخل نسموها الكوبايبات فوجود التوت البري بكميات معتدلة ممكن كمان يخفف من الالتهابات ويزيد بطرد المايكروبات أو البكتيريا من الكلا هلأ كمان ننتبه لشغل أن التوت البري بحد معين يعني مثلاً ممكن معلقة كبيرة باليوم لكن في ناس بتقولك مدامه مفيد أنه باخد منه أكتر فبساعد على طرد البكتيريا أكتر لأ هون بيصير إلو أعراض جانبية بيعمل تحسس إذن باعتدال فباعتدال يعني إحنا مقول مثلاً معلقة كبيرة لمعلقة ونص بزيادة علينا ودمجه بالأكل عساس أنه مصيرش امتصاص عالي للمواد بشكل سريع لكن مثلاً تناوله مع مثلاً الشوفان تناوله مع أي طعام شوي بيخفف من حدة امتصاص وارتفع معدل المواد هاي اللي هي موجودة بالتوت البري بالدم